من كتاب البرهان طبعا هي الامتحانات ثابتة في كل الكتب طبعا هي غرض منها برضو استفادة لك وتتعود ازاي بيجي الامتحان طبعا هنبدأ بالامتحان التجريبي مايو 2021 بقول مفهوم الفكر الجغرافي يعد الفكر الجغرافي من اكثر المواضيع الرئيسية اهمية لدى الجغرافيين نظرا لاعتبار موضوعا يهتم برصد طبيعة علم الجغرافية وماهيته وحدوده وابحاسه بالاضافة الى الكشف عن العلاقة بينه وبين مختلف العلوم الاخرى لذلك لا بد للجغرافي من الالمام بكل ما يطرأ على المعرفة الجغرافية من تغييرات وتطورات وقد مر الفكر الجغرافي بمراحل كثيرة حتى وصل الى الحقبة المعاصرة وهذه المراحل تخللتها اكتشافات متعددة اكتشافات القرار وبلوغ القطب الجنوب والشمالي ورصد علم المصورات والجغرافية الرياضية وتكون المدارس الجغرافية دعني في السؤال الاول بقول ما معنى كلمة رصد في سياقة في الفقرة الاولى معنى كلمة ويتم رصد طبعا كلمة رصد موجودة معنا هي معناها في المعنى هنا طبعا مراقبة وتتبع يبقى معنى رصد مراقبة وتتبع ده السؤال الاول معنى مراقبة رصد وتتبع يبقى نقول رصد كذا يعني ايه راقبة وتتبع مش هتنفع طبعا مراحظة ولا تسجيل ولا رسم ولا تخصيص يبقى هي كلمة رصد في العبارة معناها مراقبة وتتبع رقم اثنين بيقول ما المقصود بالفكر الجغرافي في ضوء فهمك الفقرة الاولى هل هو رصد التغيرات وتطورات اللي طرت على جغرافية الارض طبعا مش المقصود من هنا عمل اكتشافات جغرافية لقارات الارض وقطبها طبعا هي المقصود بالفكر الجغرافي معرفة حدود علم الجغرافي وتطوره وبحوثه وعلاقاته بالعلوم الايه الاخرى طبعا هي رقم ايه رقم با اه رقم اه تلاتة ما علاقة الاكتشافات الجغرافية بتأسيس الفكر الجغرافي طبعا اكتشافات الجغرافية قامت بها مدارس الفكر الجغرافي طبعا لا الفكر الجغرافي ساهم في تطوير الخرائط الفكر الجغرافي ادى الى ازدهار الاكتشافات الجغرافية يبقى هنا انقول الفكر الجغرافي ادى الى ازدهار الاكتشافات الجغرافية اه اه ادى الاكتشافات اه اه رقم اه تلاتة الاكتشافات مصدر اساسي للمعلومات اه التي تأسس علي الفكر الجغرافي رقم أربعة بقول استنتج العلاقة بين مدارس الفكر الجغرافي والفكر الجغرافي في ضوء ما طرحه الكاتب طبعا الفكر الجغرافي مرادف لمدارس الفكر الجغرافي طبعا لا الفكر الجغرافي ظهر على يد علماء مدارس الفكر الجغرافي طبعا مدارس الفكر الجغرافي من أهم حسس تفسير وتعميق الفكر الجغرافي وتطور يبا مدارس الفكر الجغرافي من أهم حسس تفسير وتعميق الفكر الجغرافي يبا هي بتدعو وتؤسس وتعمق الفكر الجغرافي بأربعة خدنا رقم داد خمسة حدد تفسير المدرسة الإقليمية لعلاقة الإنسان بما حوله المدرسة الإقليمية لعلاقة الإنسان بما حوله هي الغرض منها التفاعل بين الإنسان والبيع يبا تفاعل بين الإنسان والبيع رقم ستة قال أحمد شوقي ففريق الممتعون بمصر وفريق في أرضهم غرباء لبست نصر في الظلام إلى أن قيل مات الصباح والأضواء لم يكن ذاك من عمى كل عين حجب الليل ضوءها عمياء ما نراها دعا الوفاء بنيها وأتاهم من القبور النداء ليزيحوا عنها العدى فأزاحوا وأزيحت عن جفنها الأقزاء وأعيد المجد القديم وقامت في معالي آبائها الأبناء طبعا القصيدة الأحمد شوقي يتكلم فيها عن مصر ووقوع مصر تحت الاحتلال الإنجليزي وتأثير الاحتلال على البلاد طبعا هنا معنى حجباء في البيت معناها أصابة حجب عنها حجب الليل أصاب الليل ناخد رقم ستة رقم جيم سبعة رقم جيم تمانية استنتج الصفة التي اتصف اتصف بها المصريون في ضو فاهمك البيت الخامس البيت الخامس بيقول ليزحوا عنها العداء فأزاحوا وأزيحت عن جفنها الأقزاء طبعا هنا النواة بتكلم عن استجابة المصريين لنداء الوطن وحرصهم على تخليص مصر من من الأعداء بخدنا رقم جيم رقم تسعة هات من الأبيات ما يدل على اقتداء أبناء مصر بالأبطال السابقين طبعا أزيحت عن جفنها الأقزاء طبعا لا أتاهم من القبور النداء طبعا لم يكن زاكة عن عمى ولكن وقامت في معاني آبائها الأبناء يعني ده دليل على حرص أبناء مصر على الاقتداء بالأباء تماسل حضارة حضارة الآباء إبا وقامت في معاني آبائها الأبناء رقم عشر صفحة 211 ماذا أراد الشاعر بقوله مات الصباح والأضواء في البيت الثاني هل هو عجز المصريين عن مسائرة الأحداث طبعا لا تخازل أبناء الوطن عن اتفاع طبعا لا سيطرة المحتل طبعا هي انتشار اليأس بين أبناء مصر يبا مات الصباح والأضواء ديت دلالة على انتشار اليأس بين أبناء مصر رقم 11 بين الصورة البيانية التي توحي بعظمة مصر طبعا لبست مصر في الظلام لما طبعا ما فياش عظمة كل عين حجب الليل ضوءها عمياء لم يكن زاكعا عمى وأعيد المجد القديم أعيد المجد القديم دية استعارة مكنية تدل على كأن المجد شيء يعاد إلى الوطن رقم 12 ميز ما يقوم عليه البناء الفني في هذه الأبيات طبعا البناء الفني في هذه الأبيات يقوم على وحدة الوزن والقافية وحدة الوزن والقافية خذنا رقم باء رقم 13 يقول استنتج من خلال الأبيات سماء من سماء المدرسة الإحياء والبعث طبعا من سماء مدرسة الإحياء والبعث لو بدأنا من دال استمداد الشكل من القديم والمضمون من الحديث طبعا هو كده الأساطير كاتب كده غلط ما تنفعش سهولة الأسلوب نتيجة الاقتداء بالسابقين طبعا هنا ما فيه سهولة الأسلوب هي الانتزام بوحدة الوزن والقافية يبقى من سماء المدرسة مدرسة الإحياء والبعث وحدة الوزن والقافية رقم 14 يقول أو قال فوز المعلوف من شعراء المهاجر يخاطب نجمة عن كوكب لا تخافي منه وخليه يعنو فقريبا يهو صريع كفاحه هنا طبعا السماء التي تظهر المغالاة في التجديد في هذا البيت من حس استخدام اللغة طبعا من سماء مدرسة المهاجر طبعا الاستعانة بالكلمات الرشيقة طبعا لا الجنوح إلى الرمز هروبا من الواقع ده طبعا من سماء الدوان الاكثار من الكلمات المترتبة التراثية الغريبة ده طبعا من سماء المدرسة الكلاسيكية ولكن من سماء مدرسة المهاجر في استخدام اللغة هي التساهل باستخدام اللغات الحية طبعا هي كلمة خليه طبعا كلمة من الكلمات المستعملة اللي هي العامية فهي طبعا ده سماء من سماء مدرسة المهاجر كبار 14 هناخد 100 السؤال اللي بعد كده بقول عاشاء الرافعي في الفترة بين 1880 إلى 1937 والتي اتصفت بسيطرة الاستعمار والاقطاع على مجريات الحياة في مصر ومن أعمال الأدبية هذا العمل الذي سجل فيه وقع تعود إلى هذا العصر طبعا هنا بيحكي قصة بقول استيقظت عصر يوم قائز بعد قيلونة ثم نزلت إلى الشارع ويا ليتني لم أفعل ولم أشهد ما شهدت في الشارع وجدت الأحلام ملقاه على قرعة الطريق فعلى عتبة البنك نام الغلام وأخته يفترشان الرقام البارد وينتحفان جواً رقامياً في بردة وصلابة على وصلابته على جسميهما وإذا الطفل متكبكب في ثوبه كأنه جسم قطع وركمت أعضاؤه والفتاة كأنها من الهزال رسم مخطط لامرأة وقد كتب الفقرة عليها الأعين ما يكتب الزبول على الظهرة فيها الزبول على أنها صارت قشاً وإذا وإذا الطفل ليس في وجهه علامة أهم وأن في وجهه في كل همها وهم أخيها فأسند الطفل رأسه إلى صدر أخته ويده مرسله على أخيها من الكاتب السؤال الأول رقم 15 بيقول ما مراد بكلمة ركمة في كلمة في جملة كأنه جسم قطع وركمة أعضاؤه طبعاً قطعني وعلى طول كده يقول لك مثلاً يعني مفتكر كده في الأطهية يقول لك قطع اللحمة وقومها يبقى ركمة ركمة هتكون قومة يبقى خدنا رقم بقى من العنوان المناسب للقصة طبعاً يوم قائز لا يد حانية على قريعة الطريق أحلام ضائعة يبقى 16 خدنا عنوان القصة أحلام ضائعة رقم 17 استنتج من خلال قراءتك النص كيف عرض الرافعي وجهة نظره على المتلقي هل هو باستخدام الاسلوب الخطاب الإرشادي طبعاً الاسلوب الخطاب الإرشادي ده للخطباء والوعاظ عن طريق الحوار الداخلي للشخصيات طبعاً هناك حوار داخلي ولكن من خلال الوصف والحوار بين الطفلين يبقى عرض الكاتب فكرته من خلال الوصف والحوار بين الطفلين يبقى خدنا رقم جي رقم 18 بقول استنتج العاطفة المسيطرة على الشاعر على الكاتب طبعاً هي عاطفة الحزن والأسى لحال هزيني الطفلين نبدأ رقم 19 قال نصب الفتحة طبعاً هنا أيام يعني في أيام يخزلني أمامك طبعاً يخزلني هتكون يخزل يخزلني فعل المضارع والنون الوقاية والياء ضمير متصل مبنى في محل نصب مفعون به والفعل ضمير مستطر تقدوره أنا والجملة الفعلية من الفعل والفعل في محل جر مضاف إليه إذا خدنا رقم 19 خدنا رقم 20 رقم 20 إذا ما كنت في نعمة فرعها فإن الزنوبة تزيل النعم المحل العرابي لجملة فرعها طبعاً الجملة عندي بدأ بأداة شرط غير جازمة إذا أداة شرط غير جازمة وبالتالي طالما أداة شرط غير جازمة هنكتب جملة جواب الشرط غير الجازمة إذا كانت مقترنة بالفاء أو غير مقترنة بالفاء فهي لا محل لها من العراب هنشير كلمة محل بس يبقى نقول لا محل لها من العراب رقم 21 كاد تنال من عزيمة المصريين لكنهم أخذوا في التكاتف فأنشأ الوعي لهم جدراً تحميهم فبدأ تقدمهم ميز مما يلي الفعل الناقص الوارد في العبارة طبعاً عندي كادة المحنة تنال أدي فعل ناقص وأدي اسمه وأدي جملة فعلية يبقى معنا كادة نكمل أخذوا في التكاتف طبعاً جاي شفه جملة فبالتاني ده فعل تام ده كده تام فأنشأ الوعي لهم جدراً تحميهم برضو جاب لنا الخبر أو جاب لنا جملة جملة اسمية يبقى هنا فعل تام بدأت فعل تام يبقى عندي فعل كادة يبقى رقم 21 خذنا ألي رقم 22 مقول قال شوقي عن العلماء كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطاناً وأفخم مظهرة بس سبب نصب كلمة جلالة الواردة في الشطر الأول طبعاً كانوا أجل أجل خبر كانوا من حرف جر والملوك اسم مجرور أجل جلالة يبقى على طول تمييز أي نكر منصوبة بعد أفعل تفضيل يبقى على طول نكر منصوبة وخاصة إن الجملة تامة يبقى كانوا أجل من الملوك جلالة يبقى جلالة تمييز منصوبة على المتنصب الفتحة يبقى رقم جيم رقم 23 بيقول ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب مما يلي إعراب كلمة محبب طبعاً هنا إعراب كلمة محبب كل محبب كل الذي يلقاه محبب فيها فطبعاً الذي في محل جر مضاف إليه اسم وصول مبني في محل جر مضاف إليه ومحبب ستكون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم يبقى ناخد 23 خدنا رقم جيم رقم رقم باء خدنا خبر رقم 25 مقول من يطلق لسانه عند الغضب فلن يقوى على تجنب الخطأ ميز إعراب الفعل يقوى طبعاً لن الفعل يقوى سبق بأدات نصب اللي هي لن وبما إنه فعل مضارع من تل الآخر بالألف نقول كده الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف طبعاً فتحة مقدرة على طول أما الول ياء فهي فتحة ظاهرة يبقى أنا هنقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة بخمسة عشرين أربعة وعشرين خدنا رقم باء باربعة وعشرين خدنا رقم باء خمسة عشرين بقول ما طبعاً هنزود بس نقول ما مكرم الخلان إلا الطيبون طبعاً أسلوب استثناء ناقص منفي يبقى مكرم الطيبون الخلان طبعاً الخلان هنا مفعول به طبعاً مقدم على الفاعل يبقى الخلان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة رقم ستة وعشرين بقول لا أقتني الكتب إلا ظمأ إلى المعرفة سبب نصب كلمة ظمأ طبعاً هنا برضو اسلوب استثناء ناقص منفي فهتقول بترتيب الجملة أقتني الكتب ظمأ لماذا أقتني الكتب ظمأ للمعرفة يبقى ظمأ مفعول لأجله منصوب علامة نصب الفتحة يبقى ستة وعشرين خدنا رقم ب سبعة وعشرين بقول قال المتنبي لو لا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد تان أعراب كلمة المشقة طبعاً الاسم بعد لو لا مبتدأ وقبر محزوف وجوباً تقديره موجود أو كائن يبقى خدنا رقم ألف يبقى ستة وعشرين سبعة وعشرين خدنا رقم ألف رقم تمانية وعشرين بيقول إن الوفي لا رحمن قطع ولا صديقاً خسر بين نعلاء الوردة في المقولة السابقة طبعاً نعلاء هنا نافية طبعاً هنا إن الوفي لا رحمن قطع أي لا قطع رحماً ولا خسر صديقاً فهي هنا طبعاً الفعل ده فعل قطع وليس اسم يبقى نافية للفعل 28 خدنا رقم جيم لا نافية لأيه نافية للفعل رقم 29 إن ترد محبة الناس فلين معهم تنل محبتهم سبب اقتران جواب الشرط بالفا طبعاً لن ده فعل أمر فعل أمر مبني على السكون طبعاً لن مش مش لن في فرج بين لن ولن طبعاً لن لو هي لن المفروض يجب بعدها فعل مضارع ولكن هي لن من لانا لانا يلين لن فعل أمر فبالتالي هي جملة طلبية وطالما الجملة بدأ بفعل أمر أو بدأ بلن هي وبعدين فعل مضارع فهنا نقول عليها جملة طلبية يبقى 29 خدنا رقم دان رقم 30 بيقول بيّن أسلوب الشرط مما يلي عندنا أسلوب الشرط يقول لك متى تطقن عملك فتكسب طبعاً ما ينفعش لأن هنا لازم نقول فا سو فا أو فا سا طالما في المضارع ومعاهل فا يبقى على طول ندخل السين أو سو فا ما تنفعش معايا أسلوب شرط ما يندم أحد ندم فتى صرف شبابه في الله طبعاً هنا لا هنا نافية ما نافية وليست شرطية يبقى ما هنا نافية وليست شرطية من يهم العمل نادم لا محالة يبقى مش مقترنة بالإيه مش مقترنة بالفا يتقن لها في سرك وعلى ينيتك وحنقول وإلا حنحط بس نزود الواو قبل إلا يبقى احنا خدنا رقم دان يبقى أصل الكلام اتقن لها في سرك وعلى ينيتك وإلا تفعاً تهلك هنا طبعاً حزفا فعل الشرط وطبعاً يهلك وإلا تهلك ده جواب إيه جواب الشرط يبقى دا وإلا تفعل تهلك يبقى إحنا حزفنا هنا جواب إيه حزفنا هنا فعل الشرط وأبقينا الجواب فهي تهلك فعل مضارع مجزوم معلامة جزمي السكون رقم 31 بيقول ضع كلمة أونو في تركيب لغوي تكون فيه مختصاً تعني نبدأ طبعاً أونو دا ملحق بجمع المذكر السالم وطبعاً دي في حالة النظم في حالة النظم أو الجر يكون أوني وبالتالي هنجيبه مختص يبقى على طول نجيب نجيب أوني يبقى أول حاجة هنبعد رقم جيم أنتم أونو العزم الطامحون طبعاً أنتم ضمير المنفصل نابن في محل رفع مبتدأ أونو في محل خبر مرفوع علامة رفع الواو لأنه منحق جمع المذكر السالم والعزم مضاف إليه الطامحون نعت مرفوع علامة رفع الواو كنتم أوني طبعاً أوني هنا خبر كنتم منصوب علامة نصبه إلياء لكن إحنا عايزين ها مفتص أنتم أوني العزم طامحون طبعاً هنا جابها لمنصوبة طبعاً هي جاية بعد ضمير مخاطب وجاية منصوبة فيبه هنا عندي به وعندي دال هنا تمشي اسلوب اختصاص تعب دعا نشوف الشرط الأساسي أننا هنحزف كمان ونقول أنتم طامحون إحنا خدنا رقم دال أنتم ضمير مفاصل نبني في محل رفع مبتدأ ولي مفعول به منصوبة على الإختصاص منصوبة علامة نصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم طبعاً فعلاً محزوف وجوباً تقدرها أقص أو أعني العزم مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة طامحون قبر مرفوغ 32 صفحة 24 من كتاب البرهان طبعاً نحن قلنا النسخ الامتحانات متاحة على أي كتاب ولكن طبعاً أنا فضلت الكتاب لأنه مجمع لنا أكثر من خمس امتحانات وربعة فبدل من جيب كتاب من الأطواق وكتاب من البرهان وعندك النسخ كاملة موجودة ممكن تبحث عنها وتجيبها لو معكش كتاب البرهان 32 أخو الكفاح زو عزيمة قوية بين الصياغة الصحيحة بعد يدخل إن طبعاً طالما إن يبقى نقول إن أخ الكفاح إن أخ الكفاح زو تبقى كما هي يبقى هنأخذ أخ الكفاح زو عزيمة طبعاً أخو دي مرفوعة دي مرفوعة بعدنا دي بعدنا دي وأخ وبعد جبالي برضو لجيب زا منصوبة يبقى نحنأخذ رقم دان أخ الكفاح زو عزيمة إن أخ الكفاح زو عزيمة أعراب الجملة طبعاً إن حرف ناسق أخ اسم إن منصوب وعلامة نصب الألف لأنه أسماء خمسة الكفاح مضاف إليه زو خبر إن مرفوعة علامة رفع الواو لأنه اسم الأسماء الخمسة عزيمة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة قوية نعت مجرور علامة جره الكسرة رقم تلاتة وتلاتين بقول قال الشاعر لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو مساءة مجرم طبعاً المصدر الميمي محب ده اسم فاعل اسم فاعل مجرم اسم فاعل سرور ده طبعاً مصدر يبقى فعول مساءة أي اساءة يبقى طبعاً ده المصدر الصريح يحل محل المصدر المبدوء بالميم أو يبقى هو مصدر ميمي بسرور محب أو اساءة مجرم يبقى خدنا تلاتة وتلاتين خدنا رقم دان رقم أربعة وتلاتين بقول إن تكن الراقي خلقاً تصر الأدنى إلى قلوب الناس بيّن ما يلي التغيير الصحيح عند جعل عبارة للمسنة للمؤنس نبدأ في المسنة الراقي طبعاً المؤنس بتاحها الراقية يبقى الراقيتان وبعدين إن تكن يبقى هنقول إن تكون الراقيتين طبعاً عندي تلاتة بعدنا بس رقم جيم تفضل عندي ألف وبه ودال الراقيتين تاني حاجة طبعاً جبناها الراقيتين عشان قبر تكون أو قبر تكون منصوب علامة نصبه الياء خلقاً تصر الأدنى تب المؤنس بتاحها الدنيا سنجمح عن سنيها يبقى الدنيا يان ونخليها طبعاً جاية منصوبة يبقى الدنيا ييني يبقى خدنا رقم ألف إن تكون الراقيتين الدنيا ييني إلى قلوب طبعاً تصير اليني إلى قلوب الناس رقم 35 أياتها الفتاة أصغي إلى المعلم تنالي طبعاً بدون النون فنقول تنالي ده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حزف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وهنا طبعاً ده جواب إيه جواب طلب جواب طلب وطبعاً ما فيش إيه ما فيش ما فيش حسف للألف هنا لأنه أصلاً ده تنالي مش تنال بالنسبة للمذكر يعني رقم 36 مجول ليس المصري بداع إلى الشقاق ميز الصياغة الصحيحة بعد استبدال لنا فيها للجنس بلا بليس طبعاً هنقول لا مصرية هنبعد البياء ونقول إيه آآ لا مصرية طبعاً اسم لأنه نافية للجنس مبنى على الفتحة في محل نصر وآآ داعين هتكون آآ داعين آآ إيه بحنا هناخد رقم طبعاً داعين هنا قبر قبر لأنه نافية للجنس آآ مرفوء علامة رفع الضمة المقدرة وحذف حرف العلة وعوض عنه في التنوين يعني التنوين العوض وليس علامة إعراب يبنى هنقول طبعاً لأن الإسم المنقوص إذا جاء أناكرة وفي حالة الرفع بيحذف حرف العلة ويعوض عنه بالتنوين اللي هو تنوين العوض يبنى هنقول دا مصرية داعين إلى الشقاء ستة وتلاتين خدنا رقم آآ سبعة وتلاتين آآ بقول شاعت بين العامة مقولة تفاحة واحدة يومياً تغنى عن الذهاب إلى الطبيب وقد نشرت مجلة علمية دراسة أجريت على آآ تمن تنف شخص ضمت مجموعة من الأشخاص يتناولون التفاح بانتظام مجموعة أخرى لا تتناوله آآ مع سؤالهم عن مراجعتهم للطبيب ولو مر واحدة في العام تبين أنه لا توجد علاقة ثابتة بين أكل التفاحة بشكل يومي والابتعاد عن الطبيب طبعاً ظاهرة وتفسير مش هتماشي معنا لأنه ما بذكرش أي ظاهرة وبيفسرها ما فيش مقدمة هنا ولا نتيجة ولا رأي ولا دليل فهي زعم وتفنيد يعني زعم هنا طبعاً زعم يعني إيه مقولة آآ مقولة آآ آآ تحيد عن الصواب ثم نفندها يعني نفندها يعني نبين سبب فساد هذه المقول إبدا الزعم والتفنيد الزعم هو رأي يحيد عن الصواب ولا يمثل حقيقة ونفنده يعني نبطل هذا الزعم إبدا إيه إيه رقم آلف زعم وتفنيد آآ رقم آآ 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 بيقول نحن نعيش في مجتمع يتسم بالنشاط الدائم على مدار 24 ساعة فهناك التغطية الإخبارية للأحداث على مدار آآ على مدار الساعة وآآ متاجر مفتوحة طوال الليل وتوافر خدمات الإنترنت على مدار الساعة لكن نقططع كل هذه الأمور من ساعات نوم ويبدو أننا اليوم نحصل على قصة من النوم أقل من أي وقت مضى خلال تاريخنا فموظم البيانات المجمعة من الدول الصناعية عبر الخمسين سنة الماضية توضح وجود تدني عام في النوم بالتزامن مع ساعات العمل الطويلة لقد ظلن للمدة قرون نعتبر النوم لا يعد كونه عملية توقف للنشاط وحالة سلبية من اللوعد وكنا مخطئين في فهمنا ذلك طيلت تلك الكورون وربما كان الإقفاق في فهم الطبيعة النشطة لأنه أحد الأسباب وكذلك وكذلك يعني هنا كده نتكلم عن النوم فإذا كنت ممن يبقون متيقظين خلال النهار وتخلد إلى النوم مبكرا فأنت أشبه بطائر القبرة أما إذا كنت تكره النهار وتفضل البقاء مستيقظا أثناء الليل فأنت أشبه بألبومة ما هذا إلا مجرد تشبيه إذا ما كنت من الشخصيات النهارية أم الليلية طبعا من أحدد الفقرة التي يجدر بمراجعة هذا المقال أن أحذفها لأنها غير وصيقة تصل بموضوع المقال وتعد حشب طبعا هي الفقرة الأخيرة لأنها تتكلم هنا الأولى والتالية والتالية بتتكلمها عن النوم وأهمية النوم واختلافنا في النوم عن السابق وهنا طبعا دية الفقرة الرابعة ده كده مختلف عن المقال بتاعي فهي تعتبر حشف فإحنا خدنا رقم 38 خدنا رقم دا رقم 39 بقول لقد أثبت الواقع أن تطور العلم يحتاج إلى التغيير ولا يمكن للفكرة العلمية أو التطبيقي أو لتطبيقاتها أن تكون دائمة أو ثابتة وهذا ما أفصح عنه وضع نظرية النسبية ألبريت أينشتاين الذي قال لا أدري ماذا يخبئ المستقبل لنظراتي لأن ديناميكية العلم تلغي ثبات أي نظرية فهين فهين العنون العنون الأنسب للفقرة مستقبل النظرية النسبية طبعا لا واضع النظرية النسبية العلم في خدمة الواقع ولكن التغير سمت العلم يعني هو هنا بتكلم عن التغير وإن العلم ليس علما جامدا ولكنه دائم ومتغير فالنظريات العلمية تأتي الأيام وتثبت يعني أو تتغير هذه النظريات فبالتالي التغير سمة العلم رقم أربعين نقول مدحت المدافع عن الحق بقول نعمة نقول هنا نعمة نعمة امرأة المنافح عن الحق فنحن هنا بنمدحه هنا نقول نعمة امرأة على أساس إن أنا جبته تمييز والفاعل ضمير مستتر مفسر بنكرة منصوبة يبا هنا نعمة امرأة هنا طبعا حزفنا حطينا التنوين على الألف يبا احنا خدنا أربعين خدنا رقم دائم يبا نعمة امرأة المنافح يعني المدافع طبعا هنا كلمة المنافح يعني المدافع عن الحق رقم واحد واربعين تحدث فبير اقتصاد قائلا على لسان أحد الأغنياء العصاميين اتركني مفلسا وجائعا في أي مدينة وفي نهاية اليوم سيكون لدي ثياب وطعام وسكن وطريقة لكسب الدخ ومال ومال كاف في جيبي للبدء من جديد لما لأنني أعرف تماما كيف الناس بفعل ما أحتاجوا إليه وسير الناس بفعل ما أحتاج إليه طبعا مش هاستقيم المعنى أجبر الناس بفعل لا أجبر الناس على فعل يبا هنا مش هين فعن أخد أجبر أكسب الناس بفعل لا طبعا أقنع الناس أقنع الناس بفعل ما أحتاج إليه ده كده كان النموذج التجريبي تجريبي مايو 2021 أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي لو عايز بك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع الزمناء وانتظرنا إن شاء الله في الامتحان التجريبي يونيو 2021 إن شاء الله كده زي ما اتفكرنا مجموعة امتحانات يعني استفيد منها وتعرفك طريقة الاسئلة أتمنى لكم التوفيق وأيام طيبة مباركة عليكم إن شاء الله